سيقول سبحانه من الناس ما علموا عن القبلة من الذي كانت عليها قل الله الرشيء والمرض يهريك يشاهد إلى سرع قيم مستعقيم وكذا يبدأ علمكم مده وصدر تكون شوالاء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما تعلم القبلة التي قوت عليها من الله لا علم من يتبع الرسول لمن يرى طلب على أعقبين وإنها لتكبيرا من الله على الذين حد الله وما كان الله يقيع إما أنك إذن الله من الناس لا رؤون فروا عمير وإنها تعرض لوجهك في السماء فلنوليت لك قبلتها فقطعا ولي وجنك شعر المسجد الأرض وإنها كنت قولت بجورة شعر وإن الذين في الكتاب لا يعلمون أنه حق من رابهم وما الله من رابهم حمد ما يعتدون ولئن إذن الذين في الكتاب بكل آية بجورة ما تبير من قبلتك وما أرد بتابعين قبلتك وما أرد بتابعين قبلتك وما أرد بتابعين قبلتك وإن ذا لأعلموا من قبل ما شاء من العلم إلا تتلّمها العالمين وما أرد بتابعين قبلتك وما أرد بتابعين قبلتك الحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله من رابهم وما أرد بتابعين قبلتك ومن كي تراد تغللي وذنب شقى المسجد الحرار وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقى لألا يكون للناس عليكم حدة إلا الذين ظلموا بهم فلا تخشوكم واخشوني وليؤتي من حدي عليكم ولعلكم تبتدون كما أظلم لكم وسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويدكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون وتعلموا فاذكروا لي لي أذكركم واشكروا لي ولا تكروا يا أيها الذين آمنوا نستعينوا بالصبع والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل لله أخوان بل أحيان ولا سلا تشعون ولنبل أن نكون بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأفوال والأنقص ونقص من الأفوال والأنقص والسماء ومسر الصابرين الذي ليدا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه رابعون هؤلاء العليم صلواتهم من رفهم ورحمة وأولئك هم المبتدون إن صفا والموت من إشعار الله فمن أدى البيت واعترى بلا جناح عليه أن يطلب بكما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكم عليم إن الذين يكتبون ما أنزل من البينات والهداب بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يدعنكم الله وللعنكم لا علوا إلا الذين تتابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك دوب عليهم ولا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا ومشترصا أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والولائكة والناس أجمعين طالدين فيها لا يغفق عنهم العذاب ولا هم يغفق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في حد السماوات والأرض والطلاف الليل والنهاء والنهاء والملك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بما ينفع وأحياء وأحياء به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذات فنوة تصني في الرياح والسحاب المسلطة بين السماوات والأرض بين السماوات والأرض الآيات اللي قومي يتقون ومن الناس من يتقن من طول الله لأننا ليحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا ربا لله ولو يا الذين ظلموا إن يرون العذاب أن الضوة لله تميعا وأن الله شديد العذاب إذا الله الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتبطعت منه الأسباب وقال الذي انتبعه لو أننا لها تظلم فنسبر أبنهم كما تقضروا إنا ولذلك يريدهم الله أعبادهم حسوات عليهم ومنهم بقالدين من النار يا أيها الناس تقضروا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا مضوان الشيطان إنه لكم حدو مبي إنما ينمركم السوق والفحشاء وأن تقولوا على الظالم ما لا تعلموا وإذا غيره واتبعوا ما ينزل الله ضالوا بل يتبعوا ما للغير عليه آباءنا أو دوقا آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدوا ومثل الذين كفروا ومثل الذين ينادوا بما لا يسمعوا إلا دعاءا وإذا هتدوا صفا مصفا عكم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوبهم طيباتما ولكنهم واشكروا لله واشكروا لله كونوا إياه وتعبدون إنما أرم عليكم الميتة والسلام وأعلم القمس وما مذل به لغير الله أمن اكتر الله غير فاغ ولا عاد فلا يسمع عليه إن الله أصر رحيم إن الذين يكترون ما أنهز الله من يكتر ويشترون به ثمنا قليلا وذلك ما يكترون في أطولهم إلا النار وذلك لهم الله يوم القيافة ولا يتكيهم ولهم عذاب الأليم وذلك الذين اشتروا طلالة في الهدى والعذاب في المغفرة لما نصرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا الكتاب لفي شطاق بعيد ليس البر أن تولوا نوعكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملادفة والكتاب والنبيين وعاد الماء وعاد الماء عليهم من أن تضيق القرن والإدام والمساكين ومن السبيل والساهرين والساهرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وعاد الزكاد والموفون بعبدهم إذا عادوا والصابرين في البساء والضراء وفي كل المس أولئك الذين صدق وكلائك هو المهتبون يا أيها الذين آمنوا ببعلكم القصاص في القزنة الحر بالحر والعبد بالعبد والنسى بالأمتة فمنع فيه له من أخير شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء منه بأخذات ذلك تغفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فده عذاب أليم ولكم في القصاص حيات منياء للألماء لعلكم تتقوا هدف عليكم إذا حضرها لكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بذله بعدما سمعته فإنما إذنه على الذين يبدلون إن الله سميع عليهم فمن قاتل من موصين جنفا أو إذنهم فأصلح عليهم فلا نسم عليه إن الله أخير الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم زين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراب المستقيم صراب الذين أنعمت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا رتب عليكم الصيام كما رتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريغا أو على سفر فعددهم من أيام رفا وعلى الذين يطيقونه فريكم تعالوا السكين فمن تطوع غيرا فهو غير له ومن تصوروا فإلا لكم إنهم هاتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان الذي أمزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من المدى والمرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان غريغا أو على سفرهم فعددهم من أيام رفا يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر ولتنفلوا العدة ولتكفر الله على من هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب تعب فتاعي لا دعا فليستغيبوني وليؤمنوني لعلهم يرشدون وإلا لكم ليلة الصيام رفت إلى جسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتانون من خسكم فتاع عليكم وعفى عنكم فلا ناشروهن وابتقوا ما كثر الله لكم وكلوا واشربوا حتى يذبين لكم الطيق الأبيع من الطيق الأسود من الفجر ثم إموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عافقون في المسائد لإذا حرود الله فلا تقرقوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقوا ولا تأكلوا أموالكم من يكن بالباطل وتدلوا بهذه الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألون جعي الأهلة كل هي مواقيد للناس والحجر وليس البر بأن تأكل الهيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتلوا الهيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سمع الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فقاتلوهم حيث تففتموهم وأقردوهم من حيث أقردوكم والفتنة وجدت من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرار حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فقتلوهم كذلك تتاماك الكافرين فإن امتهوا فإن الله بذور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون في ابنكم ويكون الدين لله فإن امتهوا فلا علوان إلا على الظالمين الشهر الحرام والشهر الحرام والحرم المتصاب فمن اعتدد عليكم فاعتدوا عليه بمسر ما اعتدد عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقي وأنفقوا بسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأبسنوه إن الله يحب المحصيح واتنوا الحج والعمرة لله وإن أحصلكم فما استيسر من الهدي ولا تلقوا روزكم حتى يبلغ التهلك محيلة فمن كان منكم مريغا أو به ألم من رأسه ففريكم من صيام أو صدقة أو مسر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يكن فصيام سلاة في أيام في الحج وسبعة ملا رجعتم لك عشرة كاملة لذلك من لم يكن نفوحة للسجل الحرام واتفوا الله وعلموا أن الله شديد العقام الله أكبر سمع الله للم حمينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين حدنا الصراق المستقيم الصراق الذين لن عند عليهم ولي المقضوب عليهم ولا الضالين الحج أشعر من معلومات فلن فرق فيه من الحج فلا رفض ولا كتوب ولا إدال في الحج وما تبعلوا من خيره يحلم الله وتزولوا فإن خيرها للتقوى واتقوا يا أبي الألباب ليس عليكم جناح لهم تبكروا فضلا من ضعفكم فإذا أبطوا من عباد فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبل كي من الضالين ثم أبيطوا من حيث أقاق الناس واستغفروا الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم منازفكم فاذكروا الله أترفكم أبادكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آذنا في الدنيا وما لهم في الآفرة من خلاق وإنهم من يقول ربنا آذنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ذلك لهم محيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا فمن متعدى في يومين فلا نتم عليه ومن متأقى فلا نتم عليه لمن اتقى واذقوا الله واعلموا أنكم ليت ترشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أدد القصار وإذا تولى سعى في الأرض ليرسد فيها ويبلك الحرس والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له انتق الله أغلته العزة بالإسم فحسنه جهنم ولبس المهاد ومن الناس من يشتي نفسه ارتعاء مرضات الله والله رهوث بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطال الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يديهم الله في ظلل من الغمام والملائك وتضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فمن الله شديد العقاب سين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومودرين وأرسل معهم الكتاب بالحق ليعتم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغير بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يبدي من يشاء بغير صراط مستقيم لم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يدكم مثل الذين قلوا من قبلكم مستهم البنساء والضراء وزنفلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبه السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى إن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى إن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعجبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصرافة المستقين الصرافة الذين أنعمت عليهم غير المقطوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة الأكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يردد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآفرة وما لهم في الأرض من وليهم ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يردد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآفرة وما لهم في الأرض من وليهم ولا نصير فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله فشغل رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا في الدنيا والآخر ويسألون عن اليتام كل إصلاح لهم خير وإن تقالطوهم في إخوانكم والله يعلم المرسد من المصلح ولو شاء الله الأعيدكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأبد مؤمنة خير من مشركتهم ولو أعتبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعتبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أدا فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقرقوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطفرين نساؤكم حرز لكم فأتوهن حرزكم الناشط وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون ومشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله رفور حليم للذين يملون من رسائهم تغفص أربعة أشهر فلنزاء فإن الله رفور رحيم وإن عزهم فلا قف إن الله سميع عليم والمقلقات يتغفصن بأنفسهن سلا تتفروا ولا يحل لهن أن يلتم ما خلق الله في أرحابهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعو لهن أحق بغدهن في ذلك إن أرادوا مصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجا والله عزيز حكيم الطلاق مضوتا فإن ساكم بمعروف أو تسريع بنفسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يقافا إلا أن يقافا أن لا يقيم حدود الله فإن خلتم أن لا يقيم حدود الله فلا يناه عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تقل له من بعد حتى تنكح دوجا خيرا وإن طلقها فلا تناه عليهما أن يترى تعملاتهم فإن ساعدين قيم حدود الله وتلك حدود الله يبين وآل قومي يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من دين الصراف المستقيم صراف الذين أنعنت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين وإذا قلقتهم النساء فابلغوا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرعوهن بمعروف ولا تمسكوهن قرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تعتقدوا آيات الله جزوى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والعكمة يعيظكم به وادقوا الله واعلنوا أن الله بكل شيء عليم وإذا قلقتهم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن لينجحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك مذكى لكم والظهر والظهر يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرطعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن إلا قسعها لا تضار واردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أرادا فصالا عند راض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين متوسعون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف والذين يتربصن منكم ويزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرحوهن بمعروف لا جناح عليكم إن طلبتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرطوهن فريطا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره وداعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلبتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطوا لهم فريطا فنسكو ما فرطوا فنسكو ما فرطوا إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدتنكا وأن تعفو أضرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزوالا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النقاح حتى يبلغ الكتاب أجالا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحتروا واعلموا أن الله غني حليم حافظوا على الصلوات والصلاة المستقى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لك تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيدا لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخطاج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه أنفس إن من معروف والله عزيز حكيم وللمقلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون فلم تر إلى الذين خرجوا من ديابهم ومن قلوف حذر الموت فقال لهم الله مهدوك ثم أحياهم إن الله لك فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم فهذا الذي يقرض الله قرقا حسنا فيضاعفه له مقعا كثيرا والله يقبر ويمسط وإليه ترجعون فلم تر إلى المدى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا أما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرتنا من ديابنا واجنائنا فلما كتب عليهم القتال توله إلا قليلا منه والله عليهم بالصالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا لنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يفت سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزادكم ومصطفهم في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله آسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن يأتيكم التارون فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبطية مما ترك آل أوسى وآل أهو نتفل في الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراف المستقيم الصراف الذين أنعنت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتريكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يقعمه فإنه مني إلا من اغترفه فتن في يدي فشربوا منه إلا قليلا منهم ولما جاوله هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم جانود وجنوده قال الذين يظنون أنهم يلأوا الله كم منهم فئة قليلة ولمترية كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بردوا لجانود وجنوده قالوا ربنا أفع علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقد لداهوا جانود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا نفع الله الناز بعضهم ببعض لنفسد في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لذلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك من المرسلين